التكاتل الاقتصادي بريكس هل التكاتل الاقتصادي قد يصلح من الاختلافات السياسية؟ لأنه داخل التكاتل الاقتصادي فيه أيضا اختلاف سياسي كبير بين عدد من الدول فهل اقتصادياً والمصلحة العامة التجارية الاقتصادية قد تصلح من التعاملات أو المواقف السياسية؟ بالفعل ده اللي هيحصل. احنا شايفين انه سعودية وإيران شايفين مصر واسيوبيا وأكيد فيه ملفات شائكة ما بين الدول. ان كانت سياسية او جيوسياسية او خلافه فبالطبع هو فكرة التكاتل الاقتصادي هو ان انا ازيل كل المشيحنات السياسية ما بين الدول. ابتدي ان انا افكر في المصلحة العامة يعني اكيد الصين تمام فكرت مين الحليف بتاحها اكيد روسيا فكرت مين حلفائها اكيد السعودية فكرت ان هي دخلة مع ايران اكيد مصر كمان فكرت انها دخلة مع اسيوبيا. وبالتالي اعتقد انها تكون انفراجة في جميع الملفات الشائكة ما بين الدول. وخاصة الدول العربية. وتاني عايزة اكرر حاجة ان اقتصاد الصين بينافس اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية. وبيجي بعدها في مرتبة الناتج المحلي الاجمالي. ويليها عندنا الهند ويليها روسيا. فاحنا بنتكلم على دول ليها يعني كثافة كثافة اقتصادية كثافة سياسية كثافة اجتماعية كثافة فكرية كثافة تقنية. فاحنا بنتكلم ان كل ده هتغير الفكرة تماما وهياخدنا لمجموعة يعني احنا بنسميها على مستوى الشركات مجموعة مرتبطة. من هي المجموعة المرتبطة تعرفة في القانون? اللي هي لها حق التصويت. حق التصويت بقى سياسيا حق التصويت على يعني اي ازمة اقتصادية هنعرف نعديها. اي ازمة سياسية هنعرف نعديها بالتكتل ده بإذن الله. طب تمام. في الاقتصادية العالم كلها تعاني من هيمنة الدولار من بداية من الاقتصاديات دول العالم النامي الى اقتصادية الدول الصداعية الدول الكبرى والجميع يعاني من هذه الهيمنة اقتصاديا وعندما يعاني اقتصاديا يعاني في المناحة الحياتية الاخرى. هذا يؤثر على نمو البلد. يؤثر على موازنات اللي بتروح للتربية والتعليم العالي. للصحة. للبحث العلمي. لكل هذه التفاصيل. الان واضح انه في سعي حثيث من بين الاهداف الجوهرية لهذا الملتقى وهذا التجمع هو التحرر من هيمنة الدولار. ما هي تبعات ذلك علينا كوطن عربي ومن ثم على سائر انحاء العالم بشكل عام. طيب. اكيد حيبقى فيه تبعيات. واكيد هيبقى فيه تحديات. لأي تكتل اقتصادي صعد. واحنا شفنا خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وخلافه. نعم. ما فيش تكتل اقتصادي مهيمن وليه قوة ضخمة جدا اقتصاديا ومن مساحة الارض ومن عدد السكان. ومش هيبقى فيه تحدي ومش هيبقى فيه عقوبات كمان ممكن تنفرد على التكتل ده. احنا هنقدر نعديه ازاي؟ احنا هنقدر نعديه زي ما قلنا بمساحة الارض اللي احنا بنهايمن عليها من العالم كله. كمجموعة بريكس. هنقدر نعديه من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة بريكس اللي هو تقريبا يقارب من 26 تريليون دولار. تبتحكي عن موارد الآن. اه بحكي عن موارد اللغة المال او لغة النقدة هي اللي بتهيمن. طب خليني انا عمل مداخلي وبعدين بتكملي لانه خطر في بالي ايضا هيمنة ليس هيمنة الدولار. هناك هيمنة على الموارد. هل هذا سيساهم في تخليص بعض الدول من الهيمنة على مواردها؟ بالفعل. بالفعل. عندما الموارد بتاعتي تقيم بعملات محلية وتقيم بعملات تبادل وتقيم بعمل التكتل؟ خلاص انتهى ان انا يجي ياخدوا من عندي المواد الخام ويصنعوها وياخدوها عندي برقم ضئيل جدا ويبعوها بخمس ستة اضعاف الرقم ده. طيب الكلام ده اخدني ليه؟ الحقيقة كان فيه تصريح طبعا بعد بعد هذا الانضمام والتكتل خصوصا انضمام مصر السعودية اثيوبيا والدول اللي انضمت الى بريكس كان فيه تصريحات اوروبية كثيرة منها تصريح لرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرا وطبعا احنا عارفين فرنسا احد اهم الدول للتحدي الاوروبي. قال لابد الانتباه الى بريكس وانه شايف انه بريكس التكتل اقتصادي مهم. هل هيكون فيه نوع من انواع التفهم او التعاون ما بين بريكس كتكتل اقتصادي كبير وما بين الاتحدي الاوروبي؟ هل هيحصل ته؟ لانه فيه تعاملات ايضا بتتم الصين مثلا فيه ما بينها وما بين اوروبا اكيد تبادلات كتير يعني لما بنسافر اوروبا معظم المنتجات يا خالد بنلاقيها صنعة في الصين. طيب. وبنلاقي حاجات صنعة في في الهند. فاللي حيحصل? اللي حيحصل لما انا يبقى عندي هذا التكتل ويبقى في ايضا الاتحاد الاوروبي. ايه اللي حيحصل ما بينهم؟ فكرة الريكس تاني جات من العقوبات المشددة اللي وقع على روسيا. اثر الحرب طيب. انا عندي عقوبات مشددة وانا بصدر للدول الاوروبية نسبة كبيرة جدا خلينا نتكلم من الغاز اللي هسببتهم ازمة في الشتاء. طيب انا لما اعمل تكتل كبير واخرج من الهيمنة دي حتى في التحويلات المالية السوافت اللي هي بيتم دراستها والصين بدأت بيها اكيد هيبقى فيه تحالفات واكيد هيبقى فيه انضمام اخر للدول اخرى مثل الدول الاوروبية. ومن زمان شاهدنا التكتلات. تكتلات امريكا الشمالية تكتلات امريكا الجنوبية تكتلات الاوروبية الجي 7 شفنا كل التكتلات دي وشفنا قد التحديات اللي بتمر بيها وقد سموتها امام جميع التحديات بيبتدي انضم لها دول اكبر. وبيبتدي برضو في نفس الوقت دول اخرى بتحاولوا الخروج من التكتل ده وقد تكون خاسرة من خروجها من التكتل ده ولكن في الاصل التكتل قوة عظمة. كل دولة وحدها قوة عظمة لما تتكتل الدول اللي فيها معدلات نموه سريع جدا وتنافس معدلات النمو الموجودة للولايات المتحدة الامريكية التي لا تتخطى واحد واحد في المية. فنقدر نقول ان احنا القوة دي هتهيمن. خليني يقول الشركات متعدات الجنسيات بقى اقتصادها اكبر بكتير من اقتصاد الدول. بتأثر في الدول وقت الحروب. حقفل وهمشي مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي قوتها في ايه؟ في عدد المشاهدين. في عدد الموجودين. يبقى انا بتكلم ان عندي قوة كبيرة من عدد السكان. بسيطر عن النسبة قد ايه من عدد السكان. واحد واربعين في المية. هي قوة بتسحب قوة السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي. بتسحب قوة القوة الاقتصادية المهيمنة والاقتصاد رقم واحد. واللي يجي بعد ايه اقتصاد الصين اللي بيحاول ينافس. والمنافسة دي منافسة غير شريفة لانه دايما ده بيتهم ده بسرقة التقنيات. ودايما ده بيتهم ده بتخفيض عملته. فاكيد اوروبا واكيد الدول الاخرى كلها هتبتدي تنظر للتكتل ده نظرة اكثر عوقا. ونظرة يعني اقل من الضغط بالعقوبات. الضغط بالعقوبات. روسيا واجهت مشاكل كثيرة جدا في المدفوعات بالدولار. مصر الان ما بتوجهش نفس المشكلة. ولكن عندنا التزامات خلال الربع الاخير من العام. عندي احتياط. عندي صندوق احتياطي حيقدر يدعمني ان انا ابقى قوي. لان قوة اي دولة من دول التكتل هي قوة التكتل. وضعف اي دولة من دول التكتل هو ضعف التكتل. دي نقطة مهمة جدا.